السلام عليكم اهلا بكم في الفيديو التعريفي التاني من سلسلة الفيديوهات التعريفية الويب سايت الجديد لمدرسة منارة هيليابلس klaster.com النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نقدر بشكل يومي ندخل على الويب سايت ونعرف الكلاسورك والهوميرك اللي التيتشيرز بننزلينهم في كل مادة اول حاجة بنعملها في الليست اللي على الشمال دي اللي بتبدأ بداشبورد عرفنا الداشبورد هي ايه والتايم تيبل هو ايه بندوس على تالت حاجة وهي الكلاسورك هوميرك بيظهر عندي هنا السيرش فالترز اول حاجة انا بختار الكلاس كلاس بتاعي طبعا هتلاقوا عندكم الكلاس نيمز بتاعكم وعندي هنا السابجيكس هو هنا مختار لي كل السابجيكس اللي عندي طب انا عايز اعمل سيرش على مادة واحدة فبدوس على السكوير الاحمر الفاضي ده وابدأ اكتب اسم السابجيكس اللي انا عايزة مثلا عايزة ادور على انجليش OL طيب باختار الdate اول حاجة from date هنختار واحد تسعة to date واحد تسعة برضو ليه اخترت from date to date نفس الdate لان انا عايز الكلاسورك والهوميرك بتاع يوم واحد تسعة بس بدوس هنا show homework طلع لي هنا ايه طلع لي الـ classwork والوفلين هوميرك والفايلز والبزنتيشنز واللينكس اللي 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 تيتشيرز بعتنهم طيب بنلاقي في الجدول اللي عندنا ده يكون عندي هنا English OL السابجيكت اللي انا اخترتها وبنى عندي هنا الكاتيجوري classwork هنا الـ description انا عرفت ان الـ teacher النهاردة شرح او شرحت unit 1 vocabulary طيب ننزل على اللي تحتها هنلاقي اوفلاين هوميرك وعندي الـ description answer page 6 in the booklet ده هنا الـ off-line هوميرك بتاعي طيب في اخر بارت هو الفايلز والبزنتيشنز واللينكس التيتشير هنا منزل لي document هنا هوميرك vocabulary ويونيت 1 vocabulary دي powerpoint presentation طب خلوني افتح الـ powerpoint كده دست عليها اتعمل لها download هنا طيب هفتح بقى الـ presentation لنزلت دي بلاقي عندي هنا الـ powerpoint للـ teacher شرح او شرحت فيه الـ lesson هنا شرحين الـ vocab هبدأ ان انا اقرأ الكلام ده وذكره كويس طيب كمان الـ teacher بعيتلي ايه بعيتلي file word فمنازل file word زي كده open file بيظهر عندي الفايل اللي الـ teacher بعيتهولي اقدر بقى اعمل print للفايل ده وتوحله وسلمه للـ teacher تاني يوم ده بالنسبة للـ English طب عايزين نعمل search على مادة تانية نقول مثلا الماث نفس اليوم 1-9 to date 1-9 show homework ظهر عندي برضو هنا الـ offline homework answer booklet page 2 exercise 1 classwork explaining الليسن اسمه adding three digit numbers وهنا برضو عندي file word وعندي power point طيب لو عايزين نعمل على مادة تلتة كتجربة معينا برضو نعمل على العربي مثلا show homework فالـ homework بتاع العربي حل البوكلت صاد خمسة والclasswork اتشرح لغويات الواحدة الاولى وبردو عندي الـ power point والـ word files بتاعتي طيب لو انا عايز اعمل search على اكتر من مادة سوا هختار كده المواد اللي انا عايز اعمل search عليها اخترت هنا الـ English والـ Math والعربي هعمل show homework بيظهر عندي الثري سوبجيكس وراء بعض تمام زهر هو عندي مثلا فوق هنا الـ English OL عندي الـ Offline homework English OL الـ Files و Presentations وبعدين عندي هنا الماثماتيكس هنزل هنا هلاقي الـ Part بتاع العربي طيب احنا ايه المطلوب مننا كـ Students المطلوب مننا ان احنا بندخل بشكل يومي يومي بنعمل search زي اللي احنا عملنا ده لو انا عايز اعمل search علي كل المواد زي ما هي كده بختار برضو اليوم from date كزا to date كزا وبعمل show homework طبعا انا اقدر اعمل from date 30 مثلا 30 to date 1 فهعمل show homework ما فيش data available من يوم 30 تمام فاحنا مطلوب مننا ان احنا daily بندخل على الـ Part بتاع الـ Classwork والـ Homework وبنعمل search على كل سبجكت او على كزا سبجكت مع بعض وبنختار الـ Class وبيظهر لنا الـ Homework والـ Classwork طبعا العملية دي عملية اخبارية زي ما قلنا التيتشر مجرد بيقول لي ان هو بعث لي ايه النهاردة الفايلز اللي بعثها الـ Homework كان ايه الـ Classwork كان ايه وكذلك انا برضو اقدر اقول للتيتشر اذا كان الـ Part ده done ولا not done Thank you so much for watching يارب يكون الفيديو مفيد لكم انتظرونا في الاجزاء التانية ان شاء الله